يعيش العراق خلال الفترة الحالية حالة جدل واسعة بعد سلسلة الهجمات التي طالت مقار ومستودعات وقيادين في الحجد الشعبي قالت إسرائيل أنها أذرع لإيران ومخازن لصواريخ باليستية نقلتها طهران لاستهداف الكيان الصهيوني هجمات أعقبتها اتهامات للتحالف الدولي والجيش الأمريكي بتسهيل مهمة الطائرات وتقديم المعلومات لتل أبيب عن تلك المواقع بين التهديد والوعيد ونوايا الرد بالمثل والمخاوف من استهداف المصالح الأمريكية في العراق تحاول الحكومة برئاساتها الثلاث السيطرة على الأوضاع خوفا من حدوث ما لا يحمد عقبا وما قد يفقد العالم الثقة بالحكومة العراقية ويتسبب بتأزيم الأوضاع محليا وإقليميا ودوليا ويؤدي إلى إيقاف الدعم الدولي للعراق في جميع المجالات خصوصا العسكرية منها مصادر أمنية وسياسية كشفت عن تغيير مواقع مخازن الأسلحة والأعتدة لبعض الفصائل بأماكن أخرى لم تستطيعها طائرات مسيرة من قبل وسط مطالبات بتوفير سلاح مضاد للهجمات الجوية في وقت قال الحجد إنه استهدف طائرة مسيارة مجهولة حلقت فوق أحد مقراته في نينوى لعشرين دقيقة حرب بالوكالة تقول صحف غربية وتحذر من أن يجر الحجد الشعبي إلى مواجهة مع إسرائيل حرب ستكلف بغداد ثمنا باهظا ماء اندلعت واستعرت نيرانها على أرض العراق الخارج توا من حرب ضروس لم تخمد نيرانها بعد